عندما يبدأ الفيلم مع ريك ريك يقرأ في الليسي وكان يجري مرتبة حتى تطلع عليه وقال صاحبه الوحيد تيري وكان تراكب معه محتاجين الذي تقرأ معه جارته والذي لم يعجب بها ولكن عندها صديقها لانس صاحبه تيري قال له من الأحسن تنساها حتى أصلا لم يكتبون لها هنا المدراسات ذاتهم تزيار الشركة الأدوية وثمان اطلقوا بالدكتور ستوم رئيس القسم الأبحاث ريك رأى جيل تحت واحد الطير فمشهدها لكي يهضر معها على أساس غير صور الطير ولكن بالغلاطر لا شيء على لانس الصديق جيل فجال له ضربه ثم دخل الدكتور له عم لانس والمدير للشركة وقدر يفكر المشكل بيناتهم هنا لمنين يرى ريك تفكروا حتى أصبح صاحبه القديم وسؤولوا على والده ريك جاوبه بما ماتوا 9 سنين هذه ودابا عيش مع عمه ومرته فشمشاله من ثمة جاء لانس ورمى ريك فوق الوسخ ديال الحيوانات ريك حاول يمسح ويجو بالماء ثم القراصم سحب واحد المادة تجد بالحيوانات قرب له الكلب والحيوانات كلها التي لم يبدأ تقرب له وحتى حشرة يعسوب عضيته في عنقه اللي سيسول على ما هي حشرة يعسوب فهي هذه نكمل الفيلم ديالنا جاءوا صاحبه وشافوا ذلك شيء وعافوا منه مراهام شدر وكان ضايخ وما قدر يوقف على رجله بالززح تطلع بيته وطحطيحة واحدة ونعس الغدله في الشركة الأدوية أعضاء المجلس داروا اجتماع وقالوا له بالخدمتهم دخلاتهم في المشاكل وقال لهم باللي أو مريض بثاف بسبب كثير من التجارب التي يدر في المختبر ووراهم الاختراع الجديد الذي يصيبه مع الدكتور ستورم وهي أهلة طيبية قادرة تعالج وترجع الصحة للإنسان وخامز المعرفة الآثار الجانبية قرر له يجربها على راسه غير خدمها طلع منها ضم جهد ومنه انطفاء جاء عنده واحد من الأعضاء المجلس وقال له أخيرا سوف ينتهنوا منك ولكن له ما تدليه في الدو وجرّ منه القوة والطاقة كلها الشيء الذي خلق السيد يشرف بالزربة ومات مراهلونة تكمل بالأعضاء الذين يبقوا كاملين وخدوا طاقتهم وماتوا نمشي وعندريك اللي عاد فاق من العاس والذي يزع ليها 4 أيام هو ناعس لكي نيش نقلب في القرصة التي قرصوا لي عسوب ولكن لديها غبرات من بعد تخلق الانترنت وبدأ يقلب على هذه الحشارة قليلا وصلوا ميساج من دكتور سميته الدكتور إكس وقال له أنا عارف ماذا يقع عليك وغبرات الرسالة قبل ما يفهم هو لم يكن أعطى الموضوع أهمية للمدراسة في المدراسة أجابوا لهم العالم المشهور ستيف هوكينغ لتحصة التعية مع التلامد ولكن كانت الحصة كلها إحباط وطيح لهم المورال الشيء الذي خلقه كل شيء يمشي من أحده أما ريك شف جيل من بعيد وبقى حاضيها وفجأ يغسل يدو لسق له لفابو حاول يحيضه ولم يستطيع وليدو الخراب يبن فيها شعر صغير بحال الشعر الذي يكون في ليعسو ومن يبقى يجرر يدو على جهده ثم يحيض لفابو من الحيط وبالغلاط داره جاء في لانس لانس تأصب كثيرا وقال له كي يضربه ولكن ريك قدر يهرب من ضربته كلها ولكن في التالي جاءت فيه واحد ضربة وطلح على واحد السيد ثم يحيضوا له في حوايجو ومن يحيضوا له في حوايجو ومن يحيضوا له في حوايجو ومن يخرج من المدرسة وبدأ يفكر في هذا الشيء ذات من حدا عمارة وجرر يسق في الحيط وفعلا قدر وعرف رأسه عنده قوى خارقة هنا رأيت واحد السيدة كبيرة في الشارع وكان جاء كميو لجهته ويضربها ولكن هو يجري عنده وحييدها من الطريق وقف الكميو بيدو والناس كلها صفقات له فشرج على الدار مع الدخلار مع أمم سمروا بسرعة خيالية يشدوا بيدو حيث كان سيأتي فيه تيري جاء هذا شيء غريب وهنا ريك عود لهم على الذي يقع وقال لهم بالذي حشرت لي عسو بقرصاته ومن ثمه هو كي تراوله شيء حيث من فهمه تيري من نفهم الموضوع قال له صافي تغنينا وهذا الشيء سنربحه منه فلوس كثيرا ولكن ريك تقلق وقال له أنا بغي نعيش حياة عادية ومن بعد خرج بالرادية للدار خرج ختم به الذي خلاه له وتفكر نهار كانوا خارجين هو ووبهم ليس من المسرح وقال لهم شفار عنده سلاح وقال يسرقهم ولكن ريك يدخلوا يعتقهم منه وبالغلاط خرجت القرطصة من السلاح وجاءت فيهم قتلاتهم قبل ما يموت بباه أعطاه الخاتم الذي كان ورث من جدودهم ومن ثمه هو كيله مراسو على متوالدي حيث ماتوا بسبابه وهو على بره اسمع صوت يأتي من الدار الجيل فمشى عندها وقالها خارجة من الدار وقال لها لانس يدهب طنوبيل وهو بقى فيه حال بزافحة عنده غير بيكاله ومهرسة وقال لها بيثو يقلب في الانترنت على شيطانوبيل رخيصة تماما وقال لها رسالة من الدكتور اكس هذه المرة فيديو ويقول له بالخاص يدرب رأسه أكثر لكي يتحكم في قوته ولكن ريك لم تدهش فيه الغدليه شامعة مرة تعمل البنكة لكي يأخذ كريدي ولكن لم يريد أن يعطيه حيث لا يعمل وليس لديه مدخول قليلا لكي يسمعوا صوت القرطاس على بره فاذا خرجوا؟ لقوا عمو طيح في الأرض وصخفان أما له في نهار على نهار تزيد قوته والضعاف وكي يستطيع يعيش خصوه كل نهار يأخذ قديل شيء واحد هنا دراسه مريض لكي يأتي عنده السيكريتيرا وغير دخلات شد في يدها وخداقتها كلها حتى شرفته ماتت وهزها في البلاكار جيل ومشيت لديك السبيطر لكي تزور عمو ودخل عندهم الطبيب الذي كان ضايخ ولم يركزه وفي عيوض لا يضرب لي بره للمريض ضربها الرأسه وطاح ريك نزل من السبيطر وتلقى له الدكتور ايكس وقال له نعرف نقرأ أفكار الناس ونقلب على الناس الذين لديهم قوة خارقة بحالك ومن بعد اخذها معه المدراسة في نجامع الطلاب الذين لديهم قوة خارقة مع الدخلات ضربت وحدة لديها قوة البرق ومن بعد جيت لديه مرض دكتور ايكس ورحبت به وقلت له خاصك حتى أنت يكون لبسة خاصة بك بحال الطلاب الاخرين ومشى الضرب يرسموا يصمموا في اللبسة واخدت شكلها ليس الشكل الذي يعسوه فصلها وخيطها وجاتهم جيدة وغير لبسها ودخل لديه صاحبه تيري وعجباته اللبسة بثثث ولكن جاء يتمشى بها فاطح حيث نسى مفتح لها بلاصة العينين من بعد طلع الاسطح بش يتدرب على الطيران وتم تلقى بطل واحد اخر بحاله سؤاله ما هي قوة الخارقة البطل شعل فراسه العافية وكانت هديه قوته ولكن هذه المرة لم أعرف شيئا حاول ريك يعاونه معه الماء الذي عاد لم يكن تشعل العافية أكثر من عندما يرى القراثور معه مادات غياة تشعل والبطل مسكين طاح من السطح الأرض دهزت الأيام وريك بدأ يتشارب الأعمال البطولية والناس والصحافات يهضروا عليه وحتى حد لم يعرفوا ماذا هو في الأصل واسمه غريم فلاي كان نرى الدكتور ستورم قال له لكي يعمل بأحد مادة اسمية السيريليوم وبها سيأخذ الكثير من الناس القوة في دقة واحدة حسن ما يبقى كل نهر يقتلوا له عجباته الفكرة وقال له سنسرق المادة من المختبر العالم هوكينج أما الجرنال ستطلبه صويرة للبطل ولكن حتى حتى لم يجد الفرصة لكي يصوره من قريب هنا ريك تصور مع اللبسة على أساس معجب وتلقى بالبطل وقدر يتصور معه واخذت صويرة الرئيس الجرنال وعطيها له هنا جاء واحد من الصحافة وقال الرئيس الذي يدخل المختبر هوكينج وهذه فرصة لريك لكي يدخل ويحارب هذه الجريمة ثم كانوا البوليس والناس مجموعين وكانت تحتاجه قليلا خرج لهم لبسة لبسة من المعدن ومسمى ميراسه وأورغلاس والذي أصلا هو له وقدر يسرق المادة جاء ليه ريك وبدأ يتضرب معه ولكن لو كان قوي عليه كثيرا وقدر يهرب لهم الغد ليه ريك سمع في الأخبار البوليس تشكه من الأبطال الخارقين حيث يدخلوا لهم في خدمتهم ويعطلوهم ودخلت عليه مرة أمه وقلت لهم من الأحسن تجد يجيل بعيدة على هذه المواضيع وصداعهم لكي لا تؤديها ولكن ريك لم تدهش فهدرتها ومشى عندها وعطها الورد فشكرته ومشيت هنا طلقوا لها شي دراري في الشارع ريك مشى بالزربة لبسة دياله وجعت قهم منهم وكيبان بالليهية معجبة بهذه الباطل أما لو فبدأ يوجد في القائمة للناس الذين يأخذوا منهم القوة والطاقة لكي حياتهم لا تبقى مهددة بالخطر في واحد الليلة كان تجيل ومرة تعمل ريك كي يوجده في العشاء وجاء عندهم حتى لانس من يوصلوا فتحات له الباب وجاء تعملوا جامعه وهي لم تفهمت علاجه ولكن هو جاء لأن ريك هو غرين فلاي وجاء فرصة وخرج لبيت ريك وقبل أن يدخل كان ريك في البيت أو لابس اللبسة وغير سمعه جاء لسقف لكي لا يشاهدوا لو بقى يقلب في البيت على أي شيء تأكد له فكرته ولكن لم يجد وهبط لهم هنا دخل ريك من الباب على أساس أنه جاء للدار من انجلس معهم في الطبلاء لو شاهد جرحه في يدريك فتأكد باللي هو ليعسوب حيث هو اللي كان جرحه من يضرب معه من بعد نادم شاهوه ولانس مرأت عموه ونعسات وبقى غير ريك وجيل في الدار وبقى يهدروا على البطل الخارق ثم يدخل عليهم لو باللبسة المعدنية ريك تضرب في رأسه وغيب أما لو فمشى عند مرأة عموه واخدها طاقتها فما تسفل بلاصة فهذا الوقت يعلمهم باللي عموه فاق وفي القنازة للمرأة عموه حيث ريك بدن بعلاموتها حيث يقول باللي هو السبب وفجأت عنده جيل قال لها باش تبعد عليه وباللي ما يبغيهاش الشيء اللي خلها تتقلق منه بزاف ومن ثم عزر رأسه على الناس وبغير يعيش بوحده تماجه عنده صاحبه تيري وعموه وراه الخاتم اللي اعطاه له بابا واللي مكتوب فيه الشجاعة والتضحية والعادالة قالوا هذا الشيء اللي كان باق بغير بك عليه من الصغر وهذا الشيء اللي خلص تقدير وانتا كبير حيث هذه هي الرغبة باباك ريك اقتنع بالهدرة دي العمو وقرر يرجع للأعمال البطولية دياله يعاون الناس وأول حاجة خاصه يبدأ بها هي أورغلاس شف الأخبار باللي كين حفل تكريم العلماء ورؤساء الدول وعرف باللي أورغلاس لا يجعل شيء مناسبة بشكل هذه من بعد مشاليها وشاف له اخذ الجائزة الأولى وحيث ما زال ما عرف حقيقته مشال عنده قالوا يعاونه بشي يلقوا أورغلاس لونععت ليه رجل دين كبير في العمر وقال له شك باللي هو أورغلاس ريك تاق فيه ومشال بس اللبسة للراجل بقى يضرب فيه الناس اللي تماع تارضات وبغى توقفونه ضد الفوضى أما جيل شفت عنده المادة اللي كان سرق من المختبر وعرفاته هو أورغلاس ريك تاق فيه ولبسه وخرج من ثمه ومشاهده ريك تاق فيه الحفلة تاق فيه يأخذ القوة من الكثير من الناس تبعه ريك ومع الدخلاء أورغلاس طيح عليه طرف من الثقاف ريك تزدك الطرف يدور معه الفوق ويتمكلخ عاوض طح فوقه ريك تاق فيه ومع الصب وتقطع عليه طرف من جهة يده هذا الجيل اللي كان صخفانه وطلع لعنده أورغلاس للثقاف فيه نوجد الآلة اللي سيأخذ بها القوة للناس ريك تضعه في الآلة لكي يقدر يعطي الجيل من قوتها كفاقت ومراها فرقع الآلة ومن القوة التي تفرقعها جيل طاحت من فوق المبنى ريك تبعها بسرعة كاملة وقدر يوصل عليها قبل ما تطيح هنا شافت فيه يده الخاتم وعرفته بأنه هو ريك وقالت له بأنه مستعدت معه ليس مشكل ومنين تعتقوا منها كملوا حياتهم مع بعضياتهم في سعادة وهنا تهل الفيلم دينا لا تنسوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية صلى الله وانتلاقاوا في الفيديو الجاية